من كم يوم كده لقينا الحكومة موقرة قالت لنا والله يا جماعة الرز سلع استراتيجية عظيم جدا طيب سؤالي النهاردة هل الفراخ سلع استراتيجية؟ هل البيض سلع استراتيجية؟ هل الزيت السكر؟ كل احتياجات الناق سلع استراتيجية ولا لا؟ هو الرز بس؟ الأمح سلع استراتيجية ولا لا؟ عندنا 10، 12، 15 بالكتير سلعة استراتيجية او اساسية ايه المشكلة انه اتاخذ زي ما اتاخذ قرار من اسبوعين كده انه الرز سلعة استراتيجية ايه المشكلة اذا في ناس بتتكسب في الازمات يعني في ناس تنتظر تحدث ازمة فهو يكسب طيب انا هنا حكومة وكجهات رقبية وكدولة دوري ابقى شايف المواطن يطلع يقولك الحقون الاسعار المواطن ايه حيقولك النهار ده سعر ايه زاد كام وسعر الحاجة الفلانية زاد كام وسعر الحديد بقى كام والاسمنت بقى كام واللي مش عارف اللي هو كل حاجة بتزيد انا كدولة او انا كحكومة بسمع المواطن بيقول كده وانتظر يوم واسبوع وشهر واتنين وبعدين اقول هتبقى سلعة كذا ليه ما اقولش من بدري عشان امنع لنا وصله النهار ده امنع ان نلاقي المواطن النهار ده ما في مواطن تاني في الميت مليون لا يتحدث عن الاسعار السعر في المكان الفلاني حاجة والمكان اللي جنبه حاجة تانية محل البقال اللي في الشرع الفلاني بحاجة والمحل في الشرع الوراب حاجة تانية السوق الفلاني في السعر هنا حاجة والسوق التاني اللي بعده بحاجة تانية اللي هو لا يمكن تلاقي حاجة على مستوى الجمهورية سعرها واحد امر مريب وغريب في بلد بتتكلم على ازمة بتقول ان انا هتابع وراقب اتابع وراقب وكل واحد يتحكم في المواطن من الكبير التاجر للبقال الصغير من اللي بيع كرتونة بيض من اللي عنده مزرعة فراخ من اللي عنده مزرعة مواشي واللي بيبيع كيلو كبدة سكو يتحكم في المواطن اللي هو بيدور على مين انه لازم يا جماعة يبقى عندي اجراء محدد احنا في ظرف استثنائي والظروف استثنائية عادة الدول لازم تاخد اجراءات استثنائية مش عيب اخد قرارات استثنائية مش عيب ما حدش هيقول بلد دي تحارب التجار ما متحاربش التجار الحكومة متحاربش عاد الحكومة لازم دورها المواطن الحكومة لازم دورها الاسعار الحكومة لازم دورها ضبط اداء السوق ده دور الحكومة ده دور المحافظين ده دور جهات الرقابية لكن المواطن مش هينزل يتخانق كل يوم انا اشتريت منك مبارح بكذا بتبيعه النهاردة بكام فيه سلعة من السلع حاجة معينة حد حجزها من كام يوم راح عشان ياخدها قال له لا ده زادت رقم حاجز لكم رقم عشان محدش يتصدم قال له ده أنا قال له ما عليش والله ظروفنا كده واصل فلوس واصل وضع وادك شايف الدنيا والدنيا غالية وكله بيغلي كله بيغلي بدون السلسناء مين يرق مين مين مسؤول مين قوله لنا قولنا مسؤوليت مين مين بيحدد سعر مين هو مين بيطلع الصبح ويقولك النهاردة كام مين أنا نفسي أعرف المواطن ليه يقعد يلف حولين نفسه ليه أسيب المواطن أنا يتباعه وتشيري فيه كل يوم سلع بأسعار دايما نقول الضرب بياد من الحديد هو إمتى ليه ليه دي الحديد إمتى ليه دي الحديد إمتى إذا ما كانتش النهاردة إمتى إن شاء الله هو في دولة النهاردة عندها الحاجة بتتسعر سبعة تمنع عشر مرات قولك خسوع حر لا من السوق حر إيه هو السوق الحر اللي هو إيه أتجرب المواطن واللي يبقى عندي سوق حر لم يبقى عندي ناس بجد بياخد هامش ربح مش عندي جشع لم يبقى جشع ميبقاش هامش ربح ميبقاش سوق حر يبقى اسمه ناس تحقق سرواته على حساب المواطن وفي غياب المتابعة وفي غياب الحساب وفي غياب الرقابة وفي غياب إجراءات كثيرة اللي لازم كانت تتاخد من بدري مش النهاردة من بداية السنة مش آخر السنة لأن احنا عارفين الأزمات جاية يا ما الحكومة طلعت تكلمت يا ما صندوق النقد تكلم يا ما المنظرات ده وليه كل آية تكلمت الأسعار الأسعار والأسعار طلعة والأسعار اللي جاية طلعة وطلعة وطلعة أنا هعمل إيه أعدا تفرق نقعد بالسنين إن شاء الله المواطن ده نعمل معه إيه مواطن غلبان مواطن محتاج والله محتاج أديله فلوس أديله دعم أسعده أكتر أقف معاه أكتر أقوله لا ده أنا معاك لا يمكن هسيبك للناس هنا ولا هنا فعش يا جماعة سلع استراتيجية لازم تدخل فوري من الدولة لو أنا مش هدخل نهارده دخل إمتى ما أنا عملت الرز سلع استراتيجية الزيت سلع أخبارها إيه ده احنا كله بنستورده مبارا بندفع عند كده الزيت سكر أخباره إيه أمحي أخباره إيه كل ما هو يتعلق بالمواطن أكله شربه اليوم والنهار المواطن على فكرة ولا فرق معاه حاجة النهاردة قال له أضبط السوق أضبطونا الأسعار يا جماعة الحقونا يا جماعة هو ده المواطن هو ده المواطن اللي بيتكلم فأنا أتحرك النهاردة أتحرك بكرة كل ما أتأخر المواطن بيتفع تمن لأنه بيتفع تمن بجد يدفع تمن حاجة المفترض إن ياخدها النهاردة بإرشين ياخدها بخمسة ليه؟ ما ياخدها بإرشين يبقى المواطن أنا بس سفيد من بد المواطن أهو وقفت معاه مسألة الإتاحة بنتكلم على إهو بنتكلم على الإتاحة طيب إيه إتاحة موجودة حدش قال لا لكن في نفس الوقت ما قدر الإتاحة موجودة معه كمان مواجهة أي زيادات غير مسبوقة اللي بيزاود ده بيزاود ليه؟ عشان هو ما حدش يعمله حاجة قال لك كده هيعمله ليه يعني؟ بزاود طيب الهايبر ولا السوبر ماركت ولا المحلات التجارية ولا البقال الصغير ده لم يعود يزاود على المواطن ما حدش يقول لي فيه حاجة سبت فيش حاجة سبتة في مصر فيه السعر سبت في مصر ما فيه السلعة واحدة أضرب من أول اسكندرية لحد أسوان حد يجي يقول لي سلعة واحدة إزازة زيت سعرها في اسكندرية هو لف أسوان أو سعرها لف سواج هو لف الوقت الجديد كيلو السكر كيلو مش عارف العدس الفول يعني فيها حاجات كتير مش عايزة أتكلم ووجع دماغ حضراتكم بيها يا جماعة منفعش الكلام ده التحرك الآن قبل غدا التحرك الآن وليس بكرة كلما تحركت بإجراءات يبقى لازم أخد إجراءات وإجراءات مواجهة اسمها أحنا بنواجه مش عيب أبدا إذا في ناس تم تحذيرهم شهور طويلة ولم يلتزموا يا جماعة أقفوا معنا الفترة دية يا جماعة بالطبطب عليكم الفترة دية في ناس كويسة جدا آه ولكن في غالبية كبيرة قوي ما بتعملش كده طب إلى متى مسألة احتكار طيب تواجه إزاي عندك قوانين وينزل جهازي لحمية المستهلك وينزل الناس النهاردة بتكلمون على العلاف العلاف إيه اللي هي بنخرجها من المواني وبندفع دولارات من بانك المركزي وناس ياخدوها يجتدروا فيها اللي هو إزاي يعني يعني أنا بخرج كميات أعلاف من المينة بدولارات احتياطي الموجود عندي وإنت تاخده عشان تبيعه غالي اللي هو فين في أي مكان يعني تنزل حملات من التموين ووزارة الزراعة والحماية المستهلك وينزلوا يشوفوا وناس بقى إيه تبيع لك حاجات خلصانة بقى لها شهر وبقى لها سنة وبقى لها تسع شهور طبعا يلا بيع وبيع هو حد بيحاسب هو حد بيدور هتنزل النهاردة على مكان هتنزل على كم مكان يعني مية ألف مكان عندك ربعمائة خمسمائة ألف مكان تانين محدش بصص عليهم المواطن المواطن بنفعش نفضل نهاردة كل يوم ناخد إجراء ما هو الإجراء لا أنا عايز إجراء سلعة واضحة ومحددة والسعر العادل شوف الإنتاج بتاعه كام تكاليفه كام ادخلت الإنتاج قديه وقل له بقرش ونص بجنيه وربع هو ده يبقى أنا ديت وحددت هو ده زي بقلنا ثلاث سنين بين الكلف ده وقل لك سوحر سوحر لما تبقى الظروف طبعية لما يبقى الدنيا مزهزهة لما يبقى بفيش أزمة في العالم لما يبقى الاتحاد الروبي النهاردة بيحدد سعر للسقف الغاز والاسبوع اللي فات سعر البترول وكل دولة بتحدد إن هي عزاها وعايز تبيع بيع ما يتبيعش خلاص هو هيشوفه مكان آخر والسعر ده يضرف خمسة واللي يضرف أربعة ويضرفه الشهم قال لك أنا قدريتي كده خسرانين تريليون دولار تحاد الأوروبي في ارتفاع أسعار الطاقة الكام يوم تريليون دولار العالم بيعمل كده كل بيواجه النهاردة دول الأوروبية بتزود أسعار على كتير عالم بيعمل كده بزود له معاشات بزود مرتبات بزود أجور اللي بزوده هنا بياخده اللي بيزود السعر وأنا بقصص شايف وقاعد بتفرج بتابع عملت إيه؟ عملنا إيه؟ لازم تحرك الآن مش بكرة يا جماعة الموضوع واضح مش محتاج إنه كل يوم حد يطع يقول هننكلم على عدالة هو إيه لما يبقى فيه عدالة هو إيه لما يبقى فيه عدالة في السعر هو إيه؟ إيه المشكلة بدل ما يكسب 100% ما يكسب 20% حلو في الظروف الكارثية بولش ما يكسبش بولش ما حدش بيشتغل ما حدش بيشتغل كده يعني اكسب بس بداش الجشع فارق ما بين ماكسب وما بين جشع فارق كبير فارق كبير فأنا لو بتكلم النهاردة على ده بنعمل إيه؟ إجراءات اللي بتتمي النهاردة لازم إجراءات وسريعة جداً عندي 10 سلع 11 12 15 17 سلع بكتير قرار استراتيجي هذه سلع استراتيجية وحدد أسعارها فوراً بإجراءات فوراً كل ما اتأخرت على حساب المواطن على حساب جيبه ما اعمل واشوفه واتكلم في الموضوع ده إذا احنا سيبنا الناس طيب هل التزموا بالأسعار اللي قلنا عليها؟ لا يا ما وزير التامين عامل اجتماعات؟ يا ما رئيس الوزراء عامل اجتماعات؟ يا ما كله عامل يا جماعة الظروف ونقف وانساعد وبعدين وصلنا لحد كامل كل حتة لازم تحرك نتكلم على سلع استراتيجية ينطبق عليها اللي انطبق على الرز بالضبط نعمل كده قرار استراتيجي هذه سلع استراتيجية واحد اثنين اربعة ظروفها كذا وكذا وكذا ونعملها الفترة ما بقولش مدى الحياة نعمل ثلاث شهور نعمل لحد مارس لحد ما عدي رمضان مش هجرى حاجة خالص وست شهور وعدنا رمضان ودخلنا على الصيف والدنيا ايه؟ تبدأ ان شاء الله تثبت لكن اسيب المواطن فريسة ليه؟ بس موش ازا انا طول شغلك بتعمله عشان المواطن طيب في الحاجة اللي انا ممكن اتدخل ولازم اتدخل مش عايز اسم حد يقول لا اقصه لا فيش حاجة اسمها اقصه حضرتك لما تبقى الدنيا عندك ما قبل كورونا وما قبل الحرب الرسولي الكرانية يبقى اصه اه ولا حد كان يجرؤ يقولك الكلام ده لكن احنا في ظرف استثنائي كلنا بندفع تمن العالم كله بيدفع تمن فيش حاجة ما بتغلاش على مستوى العالم كل العالم كل حاجة طلعة وحنا مش عارفين بكرة الدنيا تبقى فيها ايه في العالم قادي النهاردة بوتين عند لوكاشينكو في بيلاروسيا ويتكلموا على ترتيبات جاية ازاي وايه اللي هيحصل القامة الجاية حاجة عارف والله من حد يعرى بكرة في ايه ترامب النهاردة هيحكموه في الكونجرس النهاردة هيطلعوله لقاحد اتهام النهاردة ترامب ومنتظرين بعد كده وزارة العادل توجله اتهامات ثلاث اربعة اتهامات تأمر على الدولة ويعلن مش عارف امريكا عنا بتشقلب الدول بتتشقلب حاجة عارف رايحين فين فلازم ناخد بالنا ونتحرك سريعا نتحرك سريعا امور مش نقصة اخير في ايدنا قرار ناخده في ايدنا اجراء نعمله لانه الاجراء ده لصالح المواطن فيش حد لو عملت اي اجراء هيقولك عملت ليه لا بالعكس الناس هتشكرك بيس الوزراء دكتور مصفة مدبولي هتشكرك عندما اخد هذا القرار لانك تنحاز المواطن تنحاز المواطن لكن القرار ده محتاج انحاز حياس كامل حدش تاجر فيه حدش بيعو يشتري في المواطن واحنا عاديين نشوف لا لانه عملنا وقلنا نسيب الناس اسبوعين طب قلوني النهار ده كان محل على مساء الجمهورية حط اسعار حد يقولي نفيش مش مديني اسبوعين طب الاسبوعين اقربوا يخلصوا يوم الثلاثة الجاي هيبقى خلص اسبوعين هيعملوا في الاسبوع اللي جاي ده بيفكروا يعني ده ناس بتخب السلع بيشروها اخفاء سلع تروح خلاص هنعمل مش موجود تعملوا ايه يعني تروح تدور في المخازن وإيه اللي بالسعر ده طب فين يا عم سئله هو كده ايه هزلك كتابه كده ويه تكل من قدامك ليه مفيش اسعار مش هو كده بيه الحكومة اعلن يعني اعلنه هو كده يبقى انا فين يبقى لا انا موجود انا كجهات ومسؤولين ودولة موجودين وحكومة موجودين فيش حاجة اسمها حكومة تقول وحنا هنعمل فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها دولة موجودة دولة هدفها المواطن وتاخد اجراءات كاملة لصالح المواطن زي ما بتاخد طول الوقت اجراءات لصالح المواطن ودعم المواطن احنا اجلنا سات الرئيس اجل الكهربا ليه اجلها ليه سات الرئيس الكهربا كان يقدر يرفعها ويقول زوي ارفعه زورة الكهربا عمد visit طيب سات الرئيس ما زودش غاء ليه ما زودناش وقود فترة ليه ما عمل ليه عشان المواطن عشان المواطن ليه زودت المواطن فلوس لحد تلاتين ستة جاي بل كان ممكن نعملها شهر وخلاص هي اتعامل تلاتين ستة كده يعني ولا اتعاملت عشان الازمة قد تصل الى تلاتين ستة القادم بدرنا المعاشات وبدرنا مرتبات ليه عشان معاناة الناس فانساعد الناس اكتر يبقى ده بقى مليون اسرة وعندي خمسة مليون اسرة وقداد بيدخلوا ليه عشان معاناة الناس حاسين بيها يبقى هنا انا شايف وبتحرك والناحية التانية السوق يفلت مني يفلت مني السوق زي يعني يفلت مني يعني ايه مش حاجة اسمها كده